قال وزير الخارجية سامح شكري أن أي خطة لإدخال المساعدات لا بد أن تنفذ سريعا وأوضح شكري أن المساعدات غير قادرة على الدخول بسبب إجراءات إسرائيل مطالبا بضرورة وقف فوري لإطلاق النار وبزيادة المساعدات إلى قطاع غزة هناك أطفال يموتون من الجوع في شمال غزة تقتدي أن نتعامل بجدية وبمصدقية أعلى وأن نواجه هذا التحدي بما يتطفق مع الخواعد الإنسانية والاهتمام بالأرواح والحقوق الإنسان ولا يمكن أن نحتمل مزيد من المعاناة والألام المرترطبة على الوضع الإنساني والقتل المستمر في قطاع غزة وكان التركيز أيضا على المعبر العامل هناك رغبة في فتح المعابر الأخرى والمعابر الأخرى حتى الآن لم يتم فتحها ولكن هناك معبر يعمل ولكن لا يعمل بالكفاءة المطلوبة نظرا للقواعد التي تفرد من حيث التحقق من المساعدات إجراءات متولة ربما عن تعمد للحد من المساعدات لاستمرار حالة الحصار القائمة على القطاع ترجمة نانسي قنقر